السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف بقيتم؟ مزيان؟ صحة لباس؟ أموركم هانية؟ نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال اليوم يا البنات جبت لكم واحد الوصفة الرائعة رائعة غزالة وصفة آمنة وصفة مجربة وصفة فعالة 100% ديالاش هاد الوصفة؟ إذن وصفة لتكبير الخدود وإبراز المناطق الأنسوية وتوديع النحافة نهائيا إذن وصفة ستساعدك على زيادة الوزن بطريقة آمنة وفعالة ومجربة كوني على يقين يالله نضي نضي حيدي العقز ونضي جربة هاد الوصفة وما غادش تندمي إن شاء الله إذن هاد الوصفة هي سهلة وبسيطة وبمكونات يعني رائعة مكونات متوجدة في أي بيت شنو هما هاد المكونات كيمها ما تشوفوهم؟ إذن أول حاجة أول حاجة دانيت ديال الشوكولات سناخدو دانيت ديال الشوكولات أول حاجة دانيت ديال الشوكولات سناخدو هذا عندي هنا الزنجلان الزنجلان راه مغسول وراه منقيم زيان عندي هنا أيضا الشوفان إذن من أجل تطبيق هاد الوصفة تحتاج فقط لهالثلاثة عناصر كما تتعرفو الشوفان راه هو من الحبوب الكاملة غاني بالأملاح المادنية وغاني بالعناصر غدائية مهمة يحتاجها الجسم يعني واحد المكوين رائع ما خاصوش يخطعنا الصراحة ما خاصوش يخطعنا إذن ممكن نستعمله في هذه الوصفة ممكن نستعمله دائما يعني من الأحسن نستعمله دائما في الخبز لأنه يعني المكوينة دياله هي رائعة وصحية ومفيدة جدا للجسم كين أيضا المكوين الثاني هو الزنجلان أو كما يطلقوا عليه باسم سيم سيم يعني هذا كما تتعرفوه البنات اللي عندو مشكي ديال هشاشة العظم فيمكن أنه يداوي حتى هذا الزنجلان ممكن أنه يداوي له حتى هشاشة العظم علاش؟ لأن الزنجلان معروف يعني بكونه خزان للكالسيوم خزان للكالسيوم ما تنسوش البنات اللي عندو مشكي ديال هشاشة العظم مشكل ديال نحافة يمكن له أنه يعتمد على الزنجلان فسيفيده وسيساعده على تخطي هاد المشاكل إذن شنو درنا شنو غادي نديرو لهاد الوصفة هاو الشوفان اللي عندي هنا يا هنط حنتم زيان هانتو ما هو صبح هاو مطحون مزيان نعم هادا عو تاني زنجلان هاو مطحنتو مزيان شنو غادي ندير؟ يعني ساهلة وصفة ساهلة جدا يعني ما غا تحتاش منك واحد المجهود كبير غادي ناخد معلقة كبيرة معلقة كبيرة مع مراش بززاف معلقة كبيرة ديال شوفان كوكو حبيبتي انت حليلي يا دانيت وغادي ناخد معلقة كبيرة ديال زنجلان اذا معلقة معلقة هاو ما غادي نخلط هاد المكوينين مع بعض وغادي نفرغ محتوى ديال دانيت في هاد الانية غادي نفرغ محتوى دانيت في هاد الانية ثم غادي نخلط نعم شكرا شكرا على المساعدة حبيبتي ثم غادي نخلط هاد العناصر مزيان غادي ندمجها بعديتها وغادي نضيجها بعض الشوكولات وغادي نضيجها بعض الشوكولات معروف مزيان انه تساعد على زيادة في الوازن اذا غادي نخلط هاد العناصر مزيان مزيان كمشتورة غادي يعني غادي جي واحد الأكلة لديدة جدا زنجلان غزال شوفان كذلك وخلطناه مع دانيت غادي تجي ما غادي تشتخوا منها ملحوظة عندكم تجيكم لديدة وتبقى تتاكلوا غير المعالغ طريقة الاستعمال اذا انت تتخذوا هاد هاد الخليط غادي تتخذوا منه فاقت جوج معلقات فاقت جوج معلقات من الليل الليل يعني حتى تتاكل وحتى تسالي وحتى تبغيت ناسي وغادي تتاكلوا جوج معلقات وتحكي سنيناتك وتمشي تناسي أردالية جربي هاد الوصفة يعني بالصفة دائمة أردالية يعني رها وصفة فعالة غادي تشوفي الحنيكة تبارك الله غادي تنفخوا غادي تشوفي ان المناطق الانتوية تبرز وغادي تكون زيادة في الوزن بشكل ملحوظ غي لا يجب الإفراد فيها لكي لا يصاب إنسان بالسمنة ستعرفوا السمنة عندها مشاكل كبيرة تتجرب معها أمراض كثيرة نحن في غينة عنها إذا نتمنى أن هاد الوصفة تنال إعجاب ديالكم ونتمنى أن كل من يعاني يعني النحافة يجربها وباش يتخطى هاد المشكل وزعمة مجربة وآمنة كما شتوا مكونات آمنة ما يقدروا ما يسببوا لك حتى شي مشكل إذا إلا عجبتكم هاد الوصفة نتمنى أنكم تبرتجوها مع الأصدقاء والأحباب ديالكم ويعني وتديروا اشتراك وديروا لايك وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكوا ويوصلكوا وصفات جديدة أنا غنعطي باش تعرفوا الفعالية ديالها ممكن حتى الأطفال ديالنا يأكلوها غادي نعطي الكوكو ديالي غادي تاكل وغادي تردع لنا كيجاها هاد يعني حتى ممكن حتى الأطفال يعني ما فيها حتى شي مشكل ممكن حتى الأطفال ديالنا يأكلوها وبدون أي مشكل نعم كيجاتك الوصفة نعم شكرا كوكو يالله تبقاو على خير وإلى وصفة قادمة إن شاء الله بحول الله ملحوظة بغيت نضيف لكم هاد الملحوظة إذا هنتم هاد الأنية اللي استعملنا نغنخلي الخليط ديالي فهذا الأنية من الليل غادي ناخد جوج معلقات وغادي نغطيها يعني ب شو اسميته السلوفان شكرا غادي نغطيها وغادي نديرها في تلاجة ديالي وحتى اللغدالي وعادة غادي ناخد جوج معلقات يعني كل نهار جوج معلقات بالإضافة اللي بغيت نضيف لكم وما تنسوش أنكم تنسو مزيان على الأقل ثمانية ساعات تشربوا الماء بالقدر الكافي يطروا نص على الأقل في اليوم وتديروا الرياضة الماشي لمدة يعني ثلاثة على الأقل ثلاثين دقيقة يوميا وتبتعدوا على الأشياء التي تتفقص تتتعصب إذا من هذه الأشياء تبتعدوا عليها وغا تكون صحة صحة جيدة وصحة بدون مشاكل يا الله اللي تكون على الأخير شكرا شكرا شكرا